بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه نقدم لكم اليوم واحد الشربة حارقة والصحية في نفس الوقت حالها كي حال كل الشربات الحارقة اللي حطيت لكم في القناة واللي ما زال منهم وصفات كثيرة بإذن الله ربي يقدرني ونحطهم لكم كامل شربات الحارقة بطريقة اللي موفى نوري لكم هي شربات صحية يقدروا كامل الناس يأكلوهم حتى الأطفال حتى الحوامل حتى المرضيعات أثناء الدورة كامل تقدروا تأكلوا من هذا النوع تع شربات الحارقة لأنها فيها كل العناصر المغذية لكن بشرط أنه ناكلوها مع طبق جانبي اللي يكون فيها العناصر المكملة شربة حارقة ما فيهاش بروتين لكن ناكلوا معها طبق جانبي ولو كان سلطة متنوعة فيها البيض يعني البروتين لازم ندخله في الطبق الجانبي شربات الحارقة الصحية اليوم راح نستعمل معها وحد العنصر مهم جدا للصحة ديالنا وخاصة في مرحلة الرجيم اللي هو زريعة الكتان على هذيك ننصحكم أنكم تشوفوا الفيديو للأخير لأنه راح نجاوبكم إن شاء الله على كل تساؤلات فيما يخص زريعة الكتان كيفية الاستعمال الكمية على حسب الوزن بتاعكم أسكن حمصوها ولما نحمصوهاش أسكن رحوها ولما نرحوهاش كيفاش نخبيوها نتمنى أنكم تشوفوا الفيديو قبل ما تحطوا أسئلة للإجابة التحهم أصلا رهم في الفيديو بعد ما تسمعوا الفيديو طبعا إذا كاش حاجة اللي غابت لي حطوا لي سؤال عليها مرحبا بكم شربتنا الحارقة الصحية لنهار اليوم هاي لبزاف كما قلت لكم في المقدمة استعملت فيها زوج حبات طرشي حبة طماطيش كبيرة حبة بصل كبيرة وكما راك تشوفوا زوج حبات ميناء البدنجان الكمية هذي تكفيني ليومين يعني وأنا ناكل فيها قيس فطور وعشة فطور وعشة يعني أربع وجبات بالنسبة لحبة البصل خذيتها كبيرة قشرتها وقسمتها على زوج حطيتها بسنيوة طرشي وطماطيش عادي أما بالنسبة للبدنجان فلازم ندير فيه ثقوب السكين باش ما يترتقش داخل الفرن لما جبتهم خليتهم بردوا شوية نقشرهم بكل سهولة فولا قشرت الخضار ديالي ودركة نجيب كسرونة ونحط قدامي التوابل اللازمة بما أنه هاد الخضار كامل راهم ديجا طيبين سافي ما راحش تاخذ لي كامل وقت في الطياب دركة فقط يعني راح نزيد لها واحد اللمسة صغيرة باش نزيد لها في البنة أول حاجة نديرها أني انقطع كامل هادوك الخضار إلى قطع يعني تكون متوسطة ودركة نروحولي التوابل بالنسبة للثوم أنا الثوم ديالي كان ديجا مرحي سافي درت قيس زعمة ملعقة صغيرة لكن إذا كان عندكم سنينة ساعة الثوم شوي وغير وهم كذلك معاهم وبالنسبة للتوابل حسب الرغبة أنا درت لها كوركم فلفل كحل شوية من الكمون وقليل من الأعشاب العطرية اللي يعني مجففة ومرحية كما را كنت شوفوا ما درت لهاش معدنوس ما درت لهاش حشيش لأنه ما تحتاجش هادية هادوك الحشاوش وبما أنه فيها طماطيش نزيدولها كذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر كما حبيتيه يكون حلو ولا حار من بعد نرجحها للنار هنا اللي قلت لكم اللمسة لازم نرجحها للنار ونخليها على نار هادية حتان تتشرب كامل النكهات وباش نمرقها نغطيها ونخليها تكمل طياب يعني راح تاخذ غلية ولازوج غليات فقط ونطفي عليها لأنه أصلا المكونات كاملة راهي طيبة بعد ما طيب رايح نرحيها بأمبرا ميكسر ولا بروبو بأي حاجة اللي عندك حتى بلا مولينات تنجح لك والقوام كل وحدة تتحكم يعني في القوام اللي حبت وحبيتها ثقيلة حبيتها خفيفة هايليك شربة الحارقة ديالنا بعد ما وجدت ما تاخدش وقت طويل بزاف بنينة وآخر لمسة نديرها لها اللي راح تعطيها واحد البنة إضافية هي النعناع المجفف نعناع يابس نحكمه ما بين يدية نحكم ليحمليح نحيلو إذا كاش أغصان هكدايا اللي قعدو ونحط لها يعني كمية مليحة انتية والرغبة ديالك هنا سيبون نكملنا شربة الحارقة ديالنا نجيب ضركة أمبول لنسقيها قدامكم وندير لها اللمسة اللي قلت لكم تع زريعة الكتان وبالتالي نبدأ نهدر لكم على زريعة الكتان وشنوه الدور ديالها في الرجيم زريعة الكتان هي عبارة على حبوب اللي يجي الشكل ديالها إنسيابي لون ديالها كل ما كانت طيبة أكثر كل ما كان بني أكثر يعني إذا كاش مرات لقيتو بزريعة الكتان اللي كولاغ تحك لاغ ما تتخلعوش راهي ما هيش طيبة مليح فقط زريعة الكتان فيها بزاف العناصر المغذية لو كان نبدأ نحسب فيه ما راحش نكمل الفيديو لكن اللي يهمنا حنايا في الرجيم إنها فيها كمية كبيرة من الأوميغا تروى الأوميغا تروى اللي بزاف مليح لعمل القلب وشرايين مليح للنظر مليح للأعصاب مليح لكل شيء وكذلك مليح أنه الأوميغا تروى يعلي من الحرق تاع الدهون نسمحوا لي نولي للوصفة بعد نعود نولي لزريعة الكتان في الوصفة ديالي كيف راح نستعملها بعد ما نسقي بول تشربة ديالي الحارقة الصحية ناخذ ملعقة من زريعة الكتان اللي تكون محمصة ومطحونة رقيقة شوية ونخلطها لها من الفوق هكذاك ونخليها شوية حوالي نقلو نص دقيقة ولا دقيقة باش نأكلها راح نلقى هذيك زريعة الكتان تنفخد ودخلت مع هذوك المكونات ورح تعطينا إحساس بشبع أكثر يعني هذي الشربة الحارقة صدقوني إذا كانت غديتوا بها بول هكاية مع طبق جانبي اللي يكون عبارة على سلطة متنوعة ولا طبق جانبي قراتين ولا تشكتوكة اللي تكون صحية صدقوني ما راحش تجوعوا كامل مع العشية تقدرو تزيدو تاكلو زعمة هكاية حبيبة تاع الفاكهة المتوفرة وآخر وجبة زعم نقولو على الستة ولا سبعة تالعشية زيدو امبول واحد اخر من هذي الشربة كيف كيف ديرو لها شوية زريعة الكتان وراح ما تجوعوش كامل في الليل بإذن الله يعني صدقوني راح تعطيكم يعني إحساس بالشبع غريب غريب جدا نعود لولو ذركة لزريعة الكتان زريعة الكتان عندها خاصية الانتفاخ على هذيك اللي نحبو ناكلوها في الريجيم لما ناكلو ملعقة منها ونشربو كمية من الماء راح تنتفخ داخل الماعدة وتحسسنا بالشبع على هذيك اللي ديما ننصحو انه الواحد ياخذ ملعقتين من زريعة الكتان في اليوم واحدة صباح مع قهواته الحليب مع قهواته الحليب هاي لهذه الهضرة مع قهواته الحليب تاخذوا ملعقة من زريعة الكتان مثلا كاي اللي يحبو يزيدوها على الشوفان مع يور الطبيعي شوية فواكه حبيتي تاكلها هكدك ملعقة تصرطيها وتشربها مراه الماء المهم باي طريقة تقدري تاخذي ملعقة زريعة الكتان صباح رايح تعطيك شبعة في اليوم والملعقة الثانية حاولي انك تاخذيها جوتها 4 تعلشية كذا كذلك او الشرب مراه بزاف كميات من الماء رايح تزيد تتنفخ وتحسك بالشباع للفترة الليلية يعني زوج ملاعق من زريعة الكتان رايحين يساعدوك بالبزاف على تخطي بعض هذوك الوجبات اللي ما بين الوقات اللي ما عندهم حتى معنا كذلك السبب الثاني علش ناكلو زريعة الكتان كيما قلتلكم هي غانية بزاف بالأوميغا طروة هي فيها دهون اساسية صحية اللي تساعد على تثبيت الفيتامين دال في الجسم اديالنا كذلك بما انه غانية بالالياف وعندها هذيك القشرة التحامل فوقها تزلق رايحة تساعد في عملية الهضم وسير يعني العملية الامعاء وبالتالي تحارب الامساك بطريقة رائعة بشرط انه نخذها بصفة دائمة الكمية اللي يوصيب بها الاطباء بالنسبة للاجسام هي ملعقة لكل خمسين كيلو غرام من الوزن يعني واحدة ذات وزن ستين كيلو غرام عندها الحق في ملعقة متوسطة هذيك تعال الاكل عادية في اليوم اما علامة رائمة قسمها على زوج مرات واذا كان هذي الانسان يوزن مئة كيلو راه عنده الحق في زوج ملاعق يعني ديري احسابك باللي كل خمسين كيلو غرام من الوزن عندك الحق في ملعقة متوسطة وما تخافوش راهي حاجة طبيعية ماهيش علوم دقيقة مثلا اذا كان مكلتيهاش طول الاسبوع من بعد في نهار كثرت منها باريكزون بلدرتها في حلوة ولا ما تقوليش اه نرمامونا كل غير ملعقة الحلوة هذي راهي فيها ثلاث ملاعق ما تنسيش باللي راه في اسبوع كامل مكلتيهاش يعني كنقولوها كاية ملعقة لكل خمسين كيلو غرام هذا راهو متوسط فقط باش الواحد ما يتعداش الحدود هل عندها اضرار لهذه الساعة ما زال يعني ما ثبتوش علميا انه اه زريعة الكتان سببت بامراض لأي فئة من الناس يعني كل الناس هذي الساعة يقدروا يأكلوا منها كاين في بعض يعني المناشير تعال فيسبوك اللي لا اساسة لها من الصحة قالوا باللي زريعة الكتان اه ممنوعة على الوحدة اللي ماشي متزوجة وانها تسبب العقمة بان حبيت نقول لكم باللي هذا الهذرة لا اساسة لها من الصحة علميا ماشي مثبتة كامل حبيتو تحوسو بارتو على اي طبيب حقيقة دار تجارب سريرية والقابل لزريعة الكتان تسبب العقمة واريبهولي لانه انا مازل متلاقيتش به لكن معلش من باب الاحتياط بما انه هذا الهذرة خرجت لمرأة اذا كان حابه تجيب دراري ولا مازل همتزوجة اتفاديها سيدي ماشي زريعة الكتان اللي راح تشينك وانما التنظيم الغذائي الاخر احسن طريقة باش نتناولوا زريعة الكتان هي انه نكسروها ماشي نرحيوها وانما نكسروها باش نستخلصوا هذيك الاميغا طرواء اللي دخلها اذا كانت لناها حبات هكذاك رايحة تساعدنا باش نشيانو لانها تنتفخ في الماعدة كما قلنا لكن رايحين نفقدو هذيك الاميغا طرواء ما نربحوش منها وبالتالي نحكمو هذيك زريعة الكتان نرحوها خشين رايحين نضربو عصفورين بحجر من جهة تتنفخ في الماعدة ديالنا وتحسسنا بالشبع ومن جهة ناخدو كامل الاميغا طرواء اللي راهي داخلها لكن ما لازمش نرحيو كمية كبيرة لانه مع الوقت رايحة هذوك الزيوت اللي فيها الاميغا طرواء هذوك اسميهم زيوت طيارة رايحين يطيروا في لهوة وراح تفقد الفاعلية ديالها يعني راح تبقى هذيك الخاصية تح انها تنتفخ لكن الاميغا طرواء تروح وعلاش الناس لهم يشروا فيها الاميغا طرواء يعني بمية وخمسين الف ميتين الف عند الصيداليات وحنا نضيعوها من بين يدينا كيفاش تديرو ترحيو كمية قيسة ثلثيان فقط وتحطوها في علبة وتكون تتغلق مليح هذيك العلبة ومن الاحسن انكم تخبيوها اما في الثلاجة ولا تحت البوتاجي يعني في بلاسة اللي ما يكونش فيها الضوء المباشر على هذيك البلارة واذا كنتي كي حالتي اذا خبيتي حاجة داخل فريجيدر ولا تحت البوتاجي مع انتها جامي تستعمليها لازم الحاجة باش تستعمليها تكون قدام عينك حطيها في علبة اللي تكون ما تدخلش الضوء ولا هذيك العلبة في حد ذاتك اغطيها من فوقها بكيس بلاستيكي ولا تدبري راسك المهم انه الضوء المباشر على هذيك الزريعة رايح يخسر لها شوية الخاصية اديالها المهم انا عطيتكم الفكرة وانتو ما دبروا رسانكم كيفاش اطبقوها كذلك بالنسبة للحوامل والمرضيعات ما كان حتى اثبات علمي انه تسبب لهم مشاكل ما كان حتى دراسة علمية قالت باللي زعما هذي الزريعات مشي في الحالي بتاع الام وانه ضرت الطيفل ولا ما كاش منها كامل هادشي يعني تقدروا تاخذوها كما ناخذوها احنا يا بكل بساطة وشنو هو على بالكم باللي الاجسام خاصة في مرحلة الارضاع ومرحلة الحامل تختلف من وحدة الوحدة يعني اذا كان كليتيها مثلا وحسيتي بلي الحلب ديالك نقص حبسيها اذا كان كليتيها وانتي حامل وحسيتي روح كفشلتي حبسيها يعني ما تريسكي وش بروحكم لما تكونوا في مرحلة الحامل والارضاع بعد يعني ما يعني تكونوا كما نقولكم ديما بريس عنكم ربي يعمل تعويل نقدروا كذلك نستعملها في كل انواع المخبوزات يعني تخدمي خبز توست كسرة فطيرة حلوة اي شي تقدري تخلطي داخلها زريعة الكتان رايحة تعوضك على كمية من الدقيق طبعا وتعطيك احساس بالشبع اكثر تقدري تاكلها هكذا كنيئة كما تقدري تحمصيها شوية لكن ينصح انك تحمصيها جسد قبل الاستعمال هذيك الحرارة رايحة تساعدها اكثر انها تطلق الاميغا طروة اللي داخلها وكذلك راح تزيد تعطيها طعم اطيب تقدري تعتمد عليها في الصيام العكسي كعشاء مع علبة يورت طبيعي تديلي لها كاية ملعقة زريعة الكتان تكون محمصة في هذيك اللحظة ومكسرة خشينة مع عصرات الليمون جوته سبعة ثمانية تعليلة رايحة تساعدك على الحرقة وانتي يا رقدان ان شاء الله نكون جاوبتكم على كامل تساؤلات اذا كاش حاجة غيبها للشيطان لا ينعلو خزيه نتمنى انكم تذكروني في التعليقات تحطوا لي التساؤلات ونجاوبكم باذن الله تعالى في الاخير حبيت نقول لكم باللي ما كاش حاجة تشين ما كاش حاجة تسمن وانما كاين حاجة اسمها التنظيم الغذائي بالتوفيق للجميع وغدا يوم افضل